الله جل وعلا يقول يسبون ابن آدم وليس لهذا قالوا كيف يسبك أنت رب العالمين قال يقول إن لي ولد النصار يقول لله ولد النصار يقول عيسى ابن الله يسبون الله يسبون ربكم ثم نأتي نهنيهم نهنيهم بماذا؟ نهنيهم بالكفر هنيئا لكم ولد اليوم ربكم وهو كفر بالله تبارك وتعالى نهنيهم نقول هنيئا لكم ولد اليوم ابن الله فالمسلم يجب عليه أن يعتز بعقيدته وأن يعتز بدينه وهذا لا يفسد في الود قضية أبدا بل ولا يحزنهم أن لا تبارك لهم في أعيادهم بعض الناس يرى أنك إذا لم تبارك لهم في أعيادهم كأن أنت متطرف أنت متشدد أنت لا ترضى بالآخر وغير ذلك من الكلمات الفضفاضة أو قبيحة هذا غير صحيح أبدا إنها عقيدة إنه دين لا يجوز لنا أن نهنيهم بالكفر دعونا من المجاملات وأن نعلم أن الحق هو في اتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم